موسيقى انت تشوف انه الانسان الذي يحضر المجالس اكو بعض الناس يحضرون المجالس بعض الاحيان واحد يقول هذه المجالس مكررة مزيد كل ما نذهب الى المجلس ما نستفيد شي جديد مكرر مثلا البعض يقول انه هذه المكررات دائما سامعيها شنو الفائدة في الاستمرار في سماعها طبعا على الخطبة ان يأتوا بالجديد لكن حتى المكرر هذا يسبب للانسان ارتكاز يسبب للانسان حالة في ذهنه الله سبحانه وتعالى لماذا امرنا بالصلاة في كل يوم مو مثل النصارى فاليوم احد يرحون الى الكنيسة انت كل يوم لازم تصلي والصلاواتها مو مجموعة في وقت واحد مقسمة ومفرقة على الاوقات عندما تستيقظ من المنام تصلي في وسط النهار اكو صلاة في اخير النهار اكو صلاة وبعدين صلوات نوافل ومستحبات وكذا زين مكرر انت كل يوم تقرأ سورة الحمد هذا مكرر كل يوم تركع مكرر كل يوم تسجد مكرر شنو هذا التكرار زين هذا التكرار يصنع النفسية والارضية التي يقف عليها الانسان بحيث انه لا ينحرف هذه تمنع الانسان من الانحراف على الانسان ان يحضر المجالس مو فقط يخصص المجالس فيه محرم ولله الحمد في كثير من المناطق اكو دائما مجالس الانسان في بيته يخلي مجالس حسب ما يعبر عن في بعض البلدان بالعادة الاسبوعية او الشهرية هم لنفسي هم لأولاده يصطحب معه اولاده اكو بعض المآتم والمجالس تمنع استحاب الاطفال الصغار لانه يثيرون الضوضاء مثلا او كذا يشوشون على الاذهان وهذا خطأ وخطأ كبير لان هذا الطفل هو من اليوم الاول يحضر في هذه المجالس شخصيته تتكون بالشخصية الدينية اذا عدنا في الحديث الشريف اطفالكم الصغار علموهم على الصلاة عندك طفل صغير علم على الصلاة عمره صار سبع سنوات علمه حتى في بعض الاحاديث اضربوهم على الصلاة لسه مضرب مبرح يعني لا يعني مقصود انه اجبر على الصلاة خلي صلي مو انه تقول هذا مبالغ خمواجب علي الصلاة زيان هذا اذا ما يصلي صار عمره خمواجب عشر سنة الان تقول له صلي خو صعب علي او في بعض المجتمعات الطفلة الصغيرة لا يعلمونها على الحجاب زيان هذه عندما تكبر تقولها تعال تحجب يا الان يكون صعب عليها لكن اذا هي متعودة على شيء من شبع على شيء شاب عليه فالحضور في المجالس وتأسيس المجالس باستمرار هذه تكون ارضية فكرية مناسبة للانسان هذه الارضية الفكرية المناسبة تتحكم بشخصية الانسان الى اخير حياته وكذلك بالنسبة الى الزيارة واحد يزور مرة في حياته جيد لكن اذا الانسان يتمكن دائما يزور اذا امكانياته المالية تسمح لذلك هل سمي يتمكن الزيارة في بلد نائي في البلد القريب او في بلد اذا اكو مزار يزور لان هذه الزيارة تسبب انه نفس الانسان يصير فيها اشعاعات نورانية من الله سبحانه وتعالى لذلك التكرار باستمرار حتى لو تكرار هذا يؤثر حسب ما يعبر عنه علماء النفس بلا وعي الانسان اشتركوا في القناة